صلت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التجارة الخضراء حيث أكد على وجود اهتمام عالمي متزايد بقضية التجارة الخضراء نتيجة التحديات الرهنة التي يمر بها العالم وخاصة قضية تغير المناخ والتي فرضت نفسها على الواقع العالمي وأشار مركز المعلومات لأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعرف التجارة الخضراء على أنها النشاط التسويقي الذي يعمل على تعزيز الإجراءات المستدامة للانقراص في التجارة غير الملوسة للبيئة وتشير البيانات إلى أنه في عام 2019 بلغت قيمة التجارة الخضراء نحو 1.3 تريليون دولار في الولايات المتحدة فقط كما أنها خلقت هناك نحو 9.5 مليون وظيفة بدوام كامل ترجمة نانسي قنقر